أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم كامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين كل من مصر والكويت في مختلف المجالات التنموية كما شدد أيضا الرئيس السيسي على موقف مصر ثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليجة جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقر وخلال اجتماعا آخر بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجامعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصائضة وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم من جانبه نقل السيد محمد جاسم الصقر إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال ثم أقامت المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر وهو من عكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية نعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية طعميق الانتاج المحلي وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين إلى جانب مراعاة المقاومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبول الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفابها إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة من خلال تذيل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات حيث شهد عام 2021 ارتفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 من 10 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020 خاصة في قطاعات المنتجات الكيموية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء اشتركوا في القناة